لكن الحمد لله ما زلنا في النادي الاهلي محتفظين بالإطار ده وده لعلى كده برضو حتى بيحصل في السوشيال ميديا وكله ده من تابعها عحيانا ممكن تاخد قرار بيبقى الغالبية يطعنوا في القرار ده كالسوشيال يجي بعدها نفس الغالبية يقولوا لا ده تضح فانت كنادي الاهلي الحمد لله محتفظ بالعمل المؤسسي انت ما بتبصش كلمة مهمة جدا العمل المؤسسي اللي هي بالضبط العمل المؤسسي اللي بيقوم على الاته مجلس إدارة ليه برنامج انتخب على أساسه فيه استراتيجيات معينة هو بيضعها للنادي فيه دولاب عمل بيقوم بتنظيمه للنادي فيه اختياراته للإدارة التنفيذية وخلافها وفيه في نفس الوقت الناس تنفيذيين بيقوموا بدورهم وانت واجبك كمال جزارة فيه المتابعة وحاجات كتيرة عاو بتحصل وفي نفس الوقت بتترك لهم حرية شغلهم حرية اختيار معاونيهم اللي بينطبق زي اللي بينطبق عنها في نشاط الرياضي وفي كرة القدم هو بينطبق في الإدارة التنفيذية هو ده النادي الأهلي وهو ده الأسراب العمل المؤسسي اللي بينجح أي مؤسسة اللي اختيارات الصح وبتكتهد فيها وفيه وقت للحساب وفيه وقت معين بزرق ودير بأسلوبك جوه اللي هو دايما ساعات الناس كي بتاخدها عشارات لكن هي حقيقة أنا أعده أجزارة داخل غرفة مجلس الإدارة وداخل اجتماعاتي أو في ملف معين المجلس أنا منوط به من قبل المجلس إن أنا ننفذه بنوط نشتغل ونعمله ويوي ويوي وخلافه بخلاف هذا تدخل في حاجات متعلقة بتنفيذيين أو نشاط رياضي أو خلافه أو مش دورك وده اللي بيميز النادي الأهلي وده سر النجاح النادي الأهلي في نفس الوقت عندك مجموعة من العناصر القيامية والثوابت اللي بتحافظ عليها يمكن الحمد لله أنا قريب افتقرت مازال النادي الأهلي دايما في دروس في طريقة التعامل مع مواقف كتير قوي يعني بفكر الحقيقة يمكن من شهرين ثلاثة أو حاجة كان فيه برضو وقعة تنس طولة وكان الفرقم سفرة وأحد أبنائنا خالف حاجات على طول كابتن خطيب ما هو معه من تفويد من صدارة على طول وكسبت برضو البطولة وما بيقاش المأيار عشان أنت هتكسب أو تخطر إنك ترسي مبادئ النادي الأهلي اللي هي عمرها مكانة شعارات أو كلام لا لا بالعكس مواقف هي دي اللي قدت النادي ده من 1907 عالغاية دلوقتي بنفس مقوماته بنفس شخصيته بنفس هبته اللي موجودة على مستوى الشرق الأوسع في نفس الوقتي كان فيه حاجات كنا بنقولها أيام للتخابات إن لازم وكان خطيب أعادها كتير جدا موضوع اللايحة إن مش هنستريحة لما نعمل ليحة النادي الآن والحمد لله ربنا وفقنا فعمل ليحة النادي الآن ويمكن يشهد التاريخ على الضور اللي تعمل وقتها لقامات قانونية وأعضاء النادي الأهلي النموذ المترمع أعضاء النادي الأهلي هم اللي وضعوا لأحياتهم يعني أحدنا خدنا نزلنا الأول أبار عن درافت مسودة مبدعية لأعضاء النادي الأهلي شارك فيها كل المثقفين وأعضاء وي وي وعدلنا كتير جدا كم البنودة اللي تعدلت كانت غير طبقية لغاية ما بقى اتعملت لايحة لتاني مرة في تاريخ النادي الأهلي أبناء ويضعوا لائحتهم ترجمة نانسي قنقر